نافذة فومب على حسابك الخاص لين اليوم سوف نتعرف على هذه الطريقة من خلال اتباع مجموعة من الطرق سوف نقوم بها للتعرف على نافذة لين فومب يعني الخاصة بلاين على حسابك الخاص من خلال اتباع مجموعة من الطرق سوف نقوم بها سوف نأتي إلى الأسفل نقوم بالضغط على فومب في الأسفل ثم بعد ذلك سوف يأخذنا إلى هذه النافذة الخاصة بلين فوم في هذه النافذة وهنا يمكنك أن تقوم يعني بإضافة أصدقاء إلى لين فوم هنا أو باستخدامه يعني ممكنك أن تقوم بإضافة أسطوري على لين فوم إلى غير ذلك من الميزات الخاصة في هذه النافذة يعني على حسابك الخاص لين وهنا نكون قد قمنا بتعرف على هذه الطريقة أتمنى أن تكون قد استفدتم لا تنسوا الاشتراك والضغط لا تنسوا اللايك ولا تنسوا في فيديو آخر إن شاء الله